السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك او فرن كهربائي ما بيشتغلش نهائيا. هنعرف الاسباب بتاعته وازاي نقدر نحلها. آآ وهذا قد آآ يعني ان هناك مشكلة في وصول الكهربائي الى العنصر داخل الفرن. بشكل سليم. لزا آآ عليك اتأكل من وجود الكهرباء في بريزة. اول حاجة نتأكد منها الكهرباء اللي موجودة عندنا في البريزة. نغير الفيشة نحطها في فيشة تانية. علشان نتأكد ان هي مش شغالة. وكمان نتأكد ان هو آآ واصل. متين وعشرين فولت. آآ مش اقل من كده. وممكن نجرب مكوى او مكنسة. نشوفها تشتغل ولا لأ. علشان نشوف نتأكد من الكهرباء ولا من الفرن نفسه. علشان نقدر نحل المشكلة. تأكيد من توصيل اسلاك الفرن الكهربائي بشكل صحيح. وانه لا يوجد قطع في الاسلاك. نتأكد برضو الدايرة الكهربائية بتاع الفرن ممكن يكون فيه سلك آآ مقطوع او آآ سايب فيه بيكون مراكب بترميلة في بعض. آآ مثلا في الطايمر او في السرموستات او في لوق الباب ممكن يكون الترميلة ديت مفكوكة او آآ قصرة او اي حاجة نتأكد من جميع السلوك. ولو في آآ مثلا آآ تكلسات على او جنزرة على آآ الترميلة طبعا بنصنفرها ونرجع نشغلها. وطبعا ممكن نستخدم الافو ميتر علشان نقيس كل التوصلات دي. آآ فتح في الطايمر الخاص بتحديد المدة الزمنية لعمل الفرن ويجون عادة عبارة عن نقطوطين ولفحص الطايمر في الفرن يكون باستخدام الافو ميتر آآ يعني نفحص الطايمر نشوفه. الطايمر ممكن يكون سبب زي ما يكون سبب للتوصيل الدائم ممكن يكون سبب في الفصل. وكمان السرموستات بنفحصه زي ما بيكون آآ مشكلة في التوصيل الدائم ممكن يكون مشكلة في الفصل. وطبعا الباب آآ حاجة مهمة جدا لو الباب ما تنساش تشارك في القناة وتدعمنا بلايك وولينا رأيك او تفصارك في تعالى.